خلينا نبدأ من هنا كابتن أحمد بداية حتبقى إن شاء الله كويسة لأن في ثقة أنا وكريم كنا بنكلم في النقطة دي أنا لما أنهي فترة بفوز وفوز حل أربع أهداف ده مش سكور قليل ده يعتبر هاي سكور فبيديني ثقة بعد كده أن أنا أخش الموسم الجديد وأنا شوية عندي تشالنج طبعا عندي تنافس عندي رغبة في استعادة مكانتي مرة تانية وفي نفس الوقت عندي ثقة أن أنا كمان بلعب بالشباب بتوعي وقدرت أن أعمل سكور كويس جدا فاللي جاي بإذن الله سيكون حلو نبدأ من هنا اكيد طبعا حب نبني من اللي فات وكل بيها بدي بدأ دلوقتي ببداية موسم. نبدا نقض. ب всем m礁цо و عدارة. اول حاج يلي انا بشكcomb. و مجلس ادارة النادي الاهلي. و قالي قيادة كابتل خطيب اللي انا بادعمه من هنا من قناة النادي الاهلي. انا ولا لي هي مصلحة مع Audi. اناől انا ايا مصلحة في النادي الاهلي. انا ابن يا ابناء النادي الاهلي و ولا مشتغلش في النادي الاهلي. و السنين طاولة جداً. أنا متربي. نبلعب في النادي أهلي والعدد 11 سنة. عادت 15 سنة جوه النادي الأهلي. متربيf على أزاي آشوف رموز النادي الأهلي. وادعم الرموز النادي أهلي. وعاشرت كابتل خطيفة وموقف كترة جداً كلعب كني شجع وانا صغير. وكمuding واللكورة وأنا كنت كنت لاعب في النادي الأهلي عاشرته هوف dossيلاي قد لعب في النادي الأهلي. عاشرته وأنا مشجع للنادي الأهلي. وهو نائب لرئيس النادي الاهلي وبطولة كثيرة جدا مع كابتن حسن حمدي وهو دلوقتي كرئيس النادي الاهلي بدعم كابتن الخطيب وكلنا بنقول له احنا وراك مش عايزين ننسى الحاجات الحلوة اللي حصلت في وجوده وفخر لنا جدا من وجود كابتن الخطيب كرئيس النادي الاهلي بأدبه باحترامه بكل كلمة بيقولها احنا بنفخر واحنا بنسمعه كابتن الخطيب قيمة وقامة طبعا في البلد مش بتكلم في الكورة بس لأ فعلا لما يكون عندك شخصية بالشخصية دي نكحة شخصية محبوبة من العالم على فكرة مش هقول بقى من العالم يعني محبوبة من الناس اللي تعرفوا جدا حتى خارج مصر كابتن احمد لما تلاقي كلمات شكر جاية من شخصيات اعلامية وشخصيات رياضية وشخصيات ملهاش علاقة بالمجال أصلا شخصيات عادية جدا بوستات وكلمات احنا بتكلم كلام دلوقتي لا بنجامل ولا غيرو ده الواقع حضراتك خشوا بصوا عن هذا الكيان او هذا الشخص المحترم اللي بيمثل نادي بكل ما يحمله النادي من مبادئ انا ما بردش على حد انا ليه كياني انا الرد بتاعي بيبقى يا بالقانون يا بالعمل على الملعب حاجات كتيرة جدا يعني بجد لا طبعا انت بتتكلم على رمز كبير وشخصية محبوبة كلاعب قبل كل حاجة بايدواي انا بقول كده انا مش مش تطبيل او حاجة انا اقول على موقف بالنسبة لنا انا كلاعب في النادي الاهلي ومدرب انا بقالي خمس سوار سنة مدرب مصنف مدرب للدوري الممتاز واشتغلت في قاندية جبيرة جدا لحد دلوقتي مشتغلتش في النادي الاهلي وحاولت كتير ان انا اخش النادي الاهلي الظروف ساعتنا بتبقاش معي ان انا اخش اشتغل حتى في قطاع الناشئين وساعت اترفض لظروف معينة برضو ده بقى ما خلنيش زي بعض الناس او بعض الرموز اللي عبت النادي الاهلي ان انا ازعل من النادي الاهلي ازعل من رموز النادي الاهلي ازعل من كان النادي الاهلي وابقى ضد النادي الاهلي ده ده كلامنا بقوله من هنا ولا ولا بطبل ولا اكيد مش بركل يعني معلش اصلا ده لما يحصل من واحد اثنين ثلاث اشخاص بالكتير مش حاجة اتكلم عنها اصلا يعني في الاوف الاخر اللي عنده مصالح شخصية ده ما يبقاش بيحب النادي الاهلي اساسا فهي قصة مش كده مش قصة انا خدت ايه فانا قدامها حاملي معلش ده ده كيسيز لا تضطر اصلا احنا من هنا بس بدعم مجلس دارة النادي الاهلي كابتل خطيب ادارة النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي اللي هما برضو سبب ابتسامة في اوقات اوقات كتيرة جدا وبطولات كتيرة جدا مش عشان بطولة ولا اتنين خسرناها لا نقول خلاص الجيل ده لا 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 طبعا في حاجات كتيرة اقدموها احنا معاكو الفترة الجاية ان شاء الله تبقى افضل